بضعة أيام تفصل المترشحين للانتخابات الرئاسية عن التوجه إلى صناديق الاقتراع وهواجس عدم التأثير على الناخبين وذهاب أصواتهم إلى اختياراتهم تبرز لدى مترشح المعارضة مدير حملة المترشح حماد السيد المختار مثلا أكد في مؤتمر صحفي أنهم سيوثقون كل التجاوزات في يوم التصويت ويوصلونها إلى الجهات القانونية المخولة وسنقوم برفع هذه الخرقات أمام الجهات المختصة بإن الله ونتابع المزورين بالأسماء والصور والواقع في ذات المسار أعلنت دجنة القانونية لحملة المرشح العيد محمد نبارك عن تقديم الشكوى إلى العدالة ضد منسق حملة المرشح محمد الشيخ الغزواني في ترزة هناني والشرق متهمة نياه بالتأثير على خيارات الناخبين ترغيبا وترهيبا وتقويض حرية الانتخاب بالوعد والتهديد ولا تختلف ما أخذ حملة العيد عما أخذ عرض لها بيرام دهع بيت في حادث الله عن المدير العام لحملة ذات المترشح وعلى غرار بيرام سار حزب الصواب الداعم له حيث اتهم مدير حملة المترشح محمد الشيخ الغزواني بنشر تصريحات استباقية بمثابة الانقلاب المعلن على الديمقراطية أما المترشح محمد الشيخ الغزواني فقد عبر المتحدث باسمه عن رضاه عن سير الحملة مؤكدا أن ذلك يمثل استمرارا لسياسة التهديئة التي اعتمدها في الممورية الأولى نحن راضون عن جو السلم والتعددية والحرية والتسامح والتنافس والاحترام المتبادل الذي في النهاية نعتبره حصيلة لمأمورية رئيس الجمهورية الأولى لما بلل فيها من جهد من أجل التهديئة السياسية ورغم المواقف المتباينة فإن متابع المشهد يرون أن الحملة الحالية هادئة وأقل صخبا مما اعتاده جمهور الحملات من قبله